عندنا قضية وانت متحمس لها جدا 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 لما اتكلمت معاك فيها قلت لي قضية ممتازة وفي اختلفات كتيرة جدا ما بيننا وما بين العالم وخاصة اوروبا في عملية تفريغ اللاعبين وعملية إدارة الأكاديميات بشكل كبير قبل ما اخش في داية عايزك سريعا تقول لي رأيك في مباراة النادي الآلي وغاز المحلة والفوز المستحق للنادي الآلي في بلاس تسعين يعني طبعا كلنا سعداء بالأداء للنادي الأهلي مش بالأداء يعني قوي بس نقدر نقول بالأداء لسيارنا بمرحلة ما بعد بيتسو موسيمانيا حتى الآن يعني لما بنتقلل ان المنافسك المباشر ما بيكسبكش ما بيزودش الفريق معاك ولما بيكسب ويحط الضغط عليك بتعرف تطلع من ماتش معقد زي ماتش غزن المحلة وتتواصل بعد كده بس النقطة اللي محتاجين نطورها شوية في الفريق هي انه لما الماتش يكون في المتناول نحاول نستغل الحاجة دي لانه لما الماتش في المتناول سهل جدا ان انت تجيب جون واثنين وثلاثة بيريحوك بدني بيريحوك ذهني بيخليك تعرف بعدين تريح عناصرك الأساسية ما تحتاجش ان لعب زي محمد شديك يلعب لحد بعد التسعين ويجيب جون وقفش السيناريو ده بتتكلم عليه تقرر مباراة نادي الزمالك من أيام بيتس ومن ثماني كمان كان عندنا نفس المشكلة لكن ظهر يتقوي كمان مباراة نادي الزمالك والتفوق الكبير وكمان على مستوى مباراة غزن المحلة باتفق محارتك جدا حتى ديربي لماتش الزمالك كان ممكن فعلا يتسير بشكل مش أسود بس على ناحية التدريب أسود لما تيجي الفرص تستغل ودي عملية الأهلي بيفتقدها خلال السنتين ثلاثة الأخار حتى مع وجود مهاجم مثلا بقوة محمد الشريف دلوقتي وأنا لسه مؤمن أن محمد شريف يقدر يقود خط هجوم الأهلي ويقدر يشغل مركز درس الحربة في الأهلي بأجود شكل ممكن ولكن عموما الفرقة ما بتحسمش لما يبقى الماتش في المتناول هي دي النقطة النقطة السلبية حتى في أفريقيا لما كنا يعني بنروح لسكور عالي لا كممكن لسكور ده نوصله في ديئة 70 في ديئة 80 في حين الخصم يبقى جاي منهار تماما ومستسلم تماما ومتعرض لضغوط كبيرة فالنقطة اللي نستفدها بماتش غزل محلة احنا ما نكررش ماتش غزل محل إن شاء الله